الأسواق المالية العالمية تضطرب من جديد بسبب فرض الحكومات عبر العالم إجراءات إغلاق جديدة للحد من تفشي متحور أوميكرون حيث تراجع الدولار إلى أقل مستوى في نحو أسبوع وقد نزل مؤشره بنسبة 0.08% فيما ارتفع اليورو بمعدل 0.12% فأصبح بذلك يساوي دولاراً فاصل 13 فيما لم يطرأ أي تغيير على الجنهي الاسترليني مسجلاً ما يعادل دولاراً فاصل 33 كذلك لين الياباني حافظ على معدله مسجلاً أكثر من 114 يناً مقابل الدولار